محافظة نينوى أكبر دافعي ضرائب الحرب والدمار في العراق منذ عشرات السنين واليوم تدفع المحافظة مجددا ضريبة حرب جديدة تتمثل بالصراع السياسي على منصب المحافظ فيها إذ احتدم الصراع بين الكتل السياسية على المنصب ووصل إلى مراحل متقدمة تمثلت في كسب ودي أعضاء مجلس المحافظة بالترغيب تارة والترهيب تارة أخرى للضفر بالمنصب الذي يوصف بالذهب مصادر في مجلس محافظة نينوى كشفت عن تفاصيل تتعلق بالمزاد على منصب المحافظ من قبل شخصيات سياسية من خارج المحافظة المصادر أكدت أن بعض أعضاء المجلس اتفقوا على بيع منصب المحافظ إلى رئيس كتلة المحور النيابية أحمد لجبوري مقابل إعطاء كل عضو في المجلس 250 ألف دولار وسيارة بموديل هذه السنة وقد حصل البعض من الأعضاء على نصف المبلغ كعربون على ذلك كذلك كان لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لمسته في الصراع حيث هدد أعضاء المجلس بحل مجلسهم عبر طرح القضية في البرلمان إذا لم يتم إلغاء صفقة بيع المنصب والموافقة على تمرير مرشحه النائب عن نينوى محمد إقبال الذي استبدله بعد ذلك بعضو مجلس نينوى حسام العبار ميليشيا الحشد دخلت كذلك دائرة الصراع على منصب المحافظ محاولة فرض شخصية مقربة منها لمساعدتها في تأمين استثماراتها في نينوى مقابل ذلك تدور عجلة الصراع على منصب المحافظ في اتجاه آخر اليوم يتمثل بمحاولات لإعادة نوفى العاكوب إلى المنصب بعد أن أقاله البرلمان بسبب تهم بالفساد ولدوره في فاجعة عبارة الموصل ولعل تصريح عضو مجلس محافظة نينوى داود جندي الذي يقول فيه إن إقالة العاكوب ونوابه أربكت العمل الإدارية وشوشت على صلاحيات المجلس أكبر إشارة على ذلك